موسيقى هو يقول أن أحبنا محبة أبدية بمعنى محبة ليس لها بداية وليس لها نهاية لذلك رحمته غطتنا بسبب هذا الحب من أجل ذلك أدمت لك الرحمة من أجل ذلك أدمت لك الرحمة يجي موقف في سفر ملاخي أصح واحد وعدد اتنين يكلم الله مع الشعب في القديم ويقول لهم أحببتكم فيرد عليه الشعب يقولوله بماذا أحببتنا أو بما أحببتنا الله بيتكلم هنا عن المحبة أحببتكم كصفة محبة هم بيردوا عليه أحببتكم كفعل لمحبة عملت لنا إيه علشان بتقول أن أنت أحببتنا هم فيهم غلط الله هنا بيعلم صفة فيه هم بيتكلموا عن رد فعل أو فعل للمحبة وده اللي مرات إحنا بنقع فيه الله يقول لنا أنا بحبكم طب ما أنا الدنيا عندي مش مظبوطة هنا والأمور عندي مش كويسة هنا إزاي أقدر أفهم هذه المحبة ولا أدرك ولا أدرك أن يوجد عدو الخير الذي يريد أن يشوي صورة الله فيأتي بهذه الفكرة أن الله لا يحبك أو الله يريد أن يعاقبك لذلك يصنع هذا معك علشان كده في فكرة بتقول أنه الإله الذي يحب الناس الكويسين الصادقين الصابرين المؤمنين أن الله يحب الناس الذين يصنعون الشيء الصحيح فقط ده فكرة إنسانية فكرة ليست عن إله حقيقي فكرة عن إله صنع البشر من ذهنهم عشان كده عزيزي مشاهد إذا أنت كنت بتعبد إله يحب فقط الناس الكويسين فهذا الإله إله مزيف لكن هكذا أحب الله العالم الخطى والكويسين حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الله الحقيقي يحب الكل بغض النظر عن حياة هؤلاء الأشخاص حياة طيبة صالحة كريمة أو حياة شريرة لأن الله يحب خليقته لأن المحبة هي صفة فالله وليست رد فاعل لعمل الإنسان